في الدرس ده هنعرف ازاي نعمل داشبورد او تشارتس على الاكسل التشارتس دي هتكون تفاعلية يعني تقدر تتفاعل معاها تعمل مثلا بالسنة او بالديبارتمنت او باللوكيشن زي ما انت عايز فهنشوف ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده وخطوة خطوة هنبدأ مع بعض من البداية خالص احنا قريدي عندنا الداتا عايزين بس نعمل لها تمثيل بياني او نحطها في تشارتس او داشبورد فخلينا نشوف ازاي ممكن نعمل ده الخطوة الاولى عشان تعمل اي داشبورد لازم تحدد ايه الهدف منها يعني انا بعمل داشبورد دي عشان مين يشوفها عشان اوصل معلومات ايه الموضوع مش بس اشكال بيانية ارصها جنب بعض وخلاص او احط الوان كتير الموضوع مش كده خالص فلازم تبقى عارف اول حاجة خالص ايه الغرض من الداشبورد اللي احنا بنعملها دي ومين هيشوفها وايه الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها في حالتنا هنا هي هتكون داشبورد عن الانسدنت بس عايزين هتدي نظرة عامة بدون دخول في كوستس او تكاليف لكن تدي نظرة عامة وتوصل بالتفصيل بتاعها لحاجات زي مثلا الافيكتد بادي بارت والحاجات اللي زي دي فالخطوة الاولى ان احنا نعمل سكيتش برا الاكسل يعني تبدأ تطلع افكارك دي على سكيتش كده ومن السكيتش ده بعد التعديلات هنبدأ نطبق على الاكسل ده شكل السكيتش بتاعنا فاحنا عايزين في البداية خالص يكون فيه تايتل هنا وليكن اا اتش اس اي داشبورد ده هيكون بتاعنا هنا ممكن نحط لوجو مثلا للمكان او الشركة اللي انت شغال فيها وبعد كده نبدأ نحط بتاعتنا بتاعتنا هينكون في الجزء اللي على الشمال ده وليكن الجزء ده هيكون فيه وسيلة نعمل فيلتريشن بيها فهنا هيكون وليكن اي حاجة او اي سليسر مثلا نعمل بيه فيلتريشن لليير وهنا هيكون فيه سليسر تاني نعمل برضو فيلتريشن وليكن سواء للديبارتمنت او للوكيشن زي ما انت عايز احنا هناخد للوكيشن كمثال وانت ممكن تطبق بعد كده على حاجة تانية فهنا فده من خلاله هنعمل فيلتريشن لأي حاجة احنا محتاجينها في الريبورت اللي موجود عندنا ده طيب هنا هيكون فيه الليتشارتز يفضل ان انت لما تيجي تحط لتشارتز بتاعتك تحط اهم حاجة فوق على الشمال فدي لان غالبا اول حاجة العين بتقع عليها هي اول حاجة فوق على الشمال فانت هتحط اهم حاجة فوق على الشمال او الستراتيجي التانية ان انت ممكن تحط الحاجة الجنرال فوق على الشمال وتبدأ تفصل كل ما نزلنا لتحت او كل ما مشينا ناحية اليمين نبدأ نفصل في تفاصيل اكتر فهنا هيكون عندنا مثلا تشارت خاص بالاصابات بالنسبة للسنين كلها فهنا هيكون فيه الييرز وهنا هيكون فيه عدد الاصابات ده هيكون مجمع هيكون لين تشارت بس عشان نعرف خلال السنين بالشهر او بالكوارتر تطور الاصابات عندنا بيحصلوا ايه فده هيكون اول حاجة خالص بعد كده في الجزء ده ممكن نبدأ ناخد الاصابات دي ونبدأ نقسمها بقى احنا عندنا فريست ايد كيس والتي اي وميديكال تريتمينت كيس وريستريكتد وور كيس فممكن ناخد الاصابات اللي هي المجمعة دي ونبدأ نعمل هنا تقسيمة التقسيمة دي ممكن تكون من خلال باي تشارت مثلا هيكون فيه تقسيمة كده التقسيمة دي بتحدد التي اي ريستريكتد وورك كيس ميديكال تريتمينت كيس او فريست ايد كيس فدي التقسيمة التانية اللي احنا طلعناها من الجنرال اللي هي كانت في الاتشارت الاولاني فكده نزلنا ليبل طيب هنا تحت ممكن نعمل حاجة كمان ان احنا مثلا نشوف مقارنات بين الديبارتمنت المختلفة بالريسك السيسمينت احنا دلوقتي عملنا الريسك السيسمينت ليبل فاحنا عايزين نعرف في كل ديبارتمنت ايه الحاجات اللي عنده وهل هي هاي ولا لو ولا ميديم ريسك فهنعمل برضو بارتشارت كده يقارن ما بين الاقسام وبعضها فهنا هيكون الديبارتمنت والريسك وهنا هيكون الريسك السيسمينت فالمفروض ان يطلع لنا هنا لكل ديبارتمنت تلاتة بارز التلاتة بارز دول ليه الهاي ميديم ولو ريسك فده لديبارتمنت وان وزيه لديبارتمنت تو لديبارتمنت ثري وهكده فاحنا كده بقى عندنا تصور كل ديبارتمنت ايه الوضع عنده من ناحية الريسك وطبعا طالما بنتكلم على داشبورد فما ينفعش يفوتنا ان احنا نعمل الروت كوز لان احنا اصلا الغرض كله من الداتة اللي احنا بنسجلها والتشارتس وكل الكلام ده ان احنا نوصل ايه الروت كوز الاساسي اللي متسبب في حوادث كتير فنقدر نسيطر عليه فهنا ممكن نعمل زي روت كوز اناليسز هنا في افكار كتير ممكن تعمل مثلا بارت شارت يحددلك زي قاعدة باريتو تمانين عشرين مثلا فيطلع لك ايه الكوز اللي بسببها بيحصل مشاكل كتير او ممكن نعمل حاجة زي الرادارت شارت هنشوفه والرادارت شارت ده بيجيب لك مخطط تقريبا شبه كده كل دائرة من دول بيكون ليها وبيقول لك والله ان الروت كوز ده مليكن وصل لغاية هنا الروت كوز اللي بعده وصل لغاية هنا الروت كوز تاني زي كده وهكده فيجيب لك توصيل زي كده فتعرف بمجرد النظر ان دي عليهم ودي اللي بعدها فده شكل الرادارت شارت وتحت خالص بقى هنوصل لاخر ليفل من التفصيل ان احنا عايزين لكل جزء من الجسم وليكن نختار اربعة خمسة ستة يعني الحاجات اللي هي هتكون عالية يطلع لي هنا عدد الاصابات في كل جزء في الجسم فكده احنا وصلنا لاخر ليفل من التفصيل فهنا الافكتد بادي بارتز يجيب لي بس رقم وليكن خمسة في الايد اتنين في الراس وهكده فاحنا كده عملنا مخطط اولي عايزين نبدأ ننقل المخطط ده ونشوف هننفذه ازاي على الاكسل